صحيحنا كلنا مبارح أو أول مبارح على فيديو كاريسي عاملاء اليوتيوبر أمو زياد وهبة أو اللي بتسمي نفسها إنها يوتيوبر مشهورة شفنا الفيديو اللي هي عاملاء واللي هي بتتهم فيه أولادها الكبار زياد وهبة إن فيه بينهم وبين بعض علاقة أهلا بيكم في قناتي قناة توما تريند اليوتيوب أنا عايزة أقول لك حضرتك إن أنت فاهمة الأمومة غلط والفيديو اللي حضرتك عامله عليه مليون علامة استفهام يا طرح حضرتك فاهمة إن الأم هي اللي بتغطي مش بتعري الأم هي اللي بتسطر مش بتفضح الأم هي اللي بتصلح مش بتبوز حضرتك بوزتي الدنيا حضرتك مش فاهمة يعني إيه أم أصلا حضرتك عايزة تعوضي القناة اللي اتخدت منك أو القناة اللي انت مش عارفة البصورد بتاعها بقناة تانية جديدة على حساب صمعة ولادك ابنك وبنتك طب لو قلنا الولد ده ولد ومش هيهمه ومش هيفرق معاه ما فكرتيش في بنتك ما فكرتيش في بنتك الفيديو ده هيكون وصم تعار لها موجود على صفحتك أو على قناتك وانت بتشهاري ببنتك إن ده في يوم الأيام لو حد جي تقدم لها وسامع الفيديو ده هيكون رد فعله إيه تفتكري إن اللي انت بتعمليه ده ما ورهوش مليون علامة استفهام انت ليه بتعملي كده يا طرعشان إيه أنا عايزة أقول لك ولا مشاهدات ولا قنوات وأسفة مع احترامي لزوجك اللي ما حدش يعرف عنه حاجة ولا حتى الزوج هيهمه أو هيصونه أو هيبقولك هم ولادك اللي بقينلك ولادك اللي انت تنزلتي عنهم وضحتي بيهم وبصمعتهم علشان خاطر الزوج الجديد وعلشان المشاهدات والقناة وإنك تعلي قناتك وتعلي ردش قناتك على حساب ولادك كلنا شفنا الفيديو وشفنا توطرك وشفنا لخبطتك في الكلام وانت بتتكلمي وإن لو بنت من الصغيرين تحركت نصف حركة بتتنرفزي وتتوتري وده قدامه مليون علامة استفهام أنا قسف الكلمة يا أم حضرتك بتجدبي وبتتبلي على ولادك وكمان جايبة الصغيرين يشهدوا على شيء مشين زي ده انت بتتهمي بيه ولادك انت مش متخيلة حجم اللي انت بتعمليه انت مش متخيلة حجم اللي انت بتسيبيه لولادك رصيد في حياتهم صدقيني ولا القناة ولا الفلوس ولا الجوازة هينفعوكي ولادك هم اللي كانوا هينفعوكي انت وانت بتتكلمي انت لو بتتكلمي على عدوة أو بتتكلمي على ضرتك ما كنتش هتتكلمي بالشكل ده انت بتتكلمي على بنتك كأنها ضرتك كنت فين حضرتك لما كنت بتعملي فيديوهات انت وبنتك وبتطلعي ترقصي معها في الفيديوهات على التيك توك كنت فين لما كنت بتطلعي على اليوتيوب والتيك توك وتعملي فيديوهات فيها رأس وفيها تنطيط كنت فين تلعتي لايف على التيك توك وقعدت تجتمي كل المتابعين اللي بيهجموك واللي وقفين ضدك وتمدحي وتبوسي والطبطبي على اللي وقفين معاك اي حد واقف معاك هو حد ظالم زيك زي ما ظلمتي ولادك اي حد ظالم واقف معاك هو ظالم زيك بالزبط ما ينفعش ما ينفعش التصرفات دي تطلع من ام بجد كان الله فعون ولادك وكان الله فعون زوجك السابق وكان الله فعونهم على اللي انتي عملتيه واللي انتي سبته لهم يفضل وصن تعارف حياتهم العمر كله وحتى لو فرضنا ان ده صح ما كانش يصح انتي كأم تطلعي تعملي كده او انتي كأم تطلعي تقولي كده الام اللي بتربي الام اللي بتصلح الام اللي بتسطر الام اللي بتعدل مش الام اللي بتبوز فيديوهاتك القديمة بتقول ان انتي ما كنتيش قدوة لولادك حضرتك ما ينفعش كل اللي انتي قلتيه حتى لو كان صح ولو هو مش صح وفيه ناس ما صدقتش بس فيه ناس هتصدق لان قالوها زمان العيار اللي ما يصيبش بيدوش ربنا يهديكي ويصلح حالك ويردك لصوابك وتعرفي ان تنازلك عن اولادك ده كان اكبر غلط عملتيه في حياتك واللي انتي قلتيه في حق اولادك مصيبة لا تختفر لا تختفر بمعنى الكلمة ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة لو وصلتم معي لحد هنا ما تنسونيش في اللايك دعمكم يشجعني اني اكمل ويفرحني واستنوني الفيديو جديد مع تومة ريندي اليوتيوب اشتركوا في القناة